موعد رابع الإخباري مشاهدينا الكرام أهلا بكم في المستهل ترأس الوزير الأول نذير العربوي اليوم اجتماعا للحكومة خصصا تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي المقبل من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الدخول الجامعي والتكوين المهني هذا وتنولت الحكومة بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع كما تدرست الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفية ممارسة الصيد البحري كما درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكملي لتنمية ولاية تيسمسيلت الذي أقره سيد رئيس الجمهورية واستمعت الحكومة إلى عرض في إطار سياسة الانتقال الطاقوي حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية الرامية إلى التوجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي إلى ملف رئاسية السابع سبتمبر المقبل وعشية انطلاق الحملة الانتخابية نشط اليوم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبدالطيفر حال ذكر فيها بالقواعد القانونية التي تضبط سير الحملة الانتخابية ابتداء بالتساوي في الحيز الزمني بين المترشحين ثلاثة عبر وسائل الإعلام وصولا إلى ضرورة تبني خطابات تروج للبرنامج بعيدا عن خطابات الكراهية خلال الحملة الانتخابية نهار الخميس إن شاء الله 15 تنطلق رسميا الحملة الانتخابية والنشاطات لكل مترشح يعني بالطبع وسائل الإعلام كل واحدة حسب الزاوية التوجه انتح هذا ما ندخلوش فيه نحن ولكن القانون يطلب العدل خمس دقائق كوبرتير المرشح لازم تعمل خمس دقائقين إلى المرشح في النشاط نتعوي العدل في توزيع نحن درنا يعني التعبير المباشر للمترشحين راودة تم عن طريق القرعة في حصة في جلسة علنيها بحضور المحضر القضائي ولكن التغطية للنشاطات هذه تطلب العدل والمساوات في التغطية اثنين نصهر على التجمعات نصر على تجمعات ومتابعة الخطب التي تلقها التي أيضاً دستور يعني يجعل لها ضوابط ضوابط هذه أيضاً على لجنة على السحرة منذ أيام على التحضير لذلك لمتابعة التجمعات وما يلقى فيها بين خطب تكون مطابقة لما يقتضيه الدستور والقانون وضماناً لشفافية ونزهة العملية الانتخابية عرضت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولأول مرة في ندوة صحفية الهيئة الناخبة بالأرقام والتحليل بعد تسجيل أربعمائة وواحد وثمانون ألف ومئة وستة ناخب وشطب مائتين وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وستون وصلت الهيئة الناخبة داخل الوطن إلى ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وستة وثمانون ألف وواحد وستون ناخب وكذا بخصوص الهيئة الناخبة خارج الوطن وصل عدد المسجلين لمناسبة المراجعة الاستثنائية إلى ستة عشر ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ناخب وعدد المشطوبين إلى ثلاثون ألف وثلاثون مشطوباً ما جعل ما وصل هيئة الناخبة إلى ثمانمائة وخمسة وستون ألف وأربعمائة وتسعون ناخب وبالتالي الهيئة الناخبة الإجمالية لرئاسيات الفين وأربعة وعشرون هي أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون ناخب وعشية انطلاق الحملة الانتخابية استكملت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيارت آخر تحضيراتها الخاصة بتحديد فضاءات تجمعات وأماكن الإشهار ضماناً لسير الحسني للعملية مراد عبروس مع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر ضبطت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتيارت تحضيراتها لهذا الحدث من مختلف الجوانب بدءاً بفضاءات التجمعات وأماكن الإشهار دار الثقافة والفن العالية ماشيلي والتيارت يوجد فيها قاعة عروض قبرى حيث فيها بهو لعرض النشاطات المختلفة فيها قاعة تتسع لخمسمائة شخص مجهزة بمكيفات هوائية تحتضن جميع النشاطات حددنا 677 جدارية موزعة على بلديات الولاية هذه الجداريات وهذه الأماكن الإشهار تعين بالأخذ بالاحتبار الكثافة السكانية تقسم هذه الأماكن بالتساوي على المترشحين أحصينا 76 فاضاء وقاعات هي الآن جاهزة لاستقبال الحملة الانتخابية هي استعدادات حثيثة من أجل ضمان سير الحملة الانتخابية في ظروف تنظيمية محكمة في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم رابع أوت 2024 بميناء بجايا بالنحية العسكرية الخامسة بتوقيف المسمى زيد موسى رفقة زوجته بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا بعد مباشرة التحقيقات اعترف هذا الشخص بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي ماك كما أكد أن كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي تم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة تابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا وبتواطئ مصالح استخباراتية معادية للجزائر بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابة الرئاسية المقبلة على إثر ذلك وبفضل الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات قامت المصالح الأمنية المختصة بتوقف تسعة عشر عنصرا من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجايا هذه العملية النوعية مكنت من توقيف ما مجموعه واحدا وعشرين متهما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وحجز ستة وأربعين سلاحا ناريا من مختلف العيارات كمية معتبرة من الخرطيش الطلقات والمقذوفات من مختلف العيارات 12 من دار 10 أسلحة بيضاء مجموعة لواحق وقطع غيار لأسلحة نارية معدات ومواد أولية لصناعة ذخيرة جهاز تحديد المواقع جي بي اس أجهزة حسوب وهواتف نقالة وأغراض أخرى تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى يقضة وعزم أفراد مختلف المصالح الأمنية على إفشال جميع مخطضات المنظمات الإرهابية والجهات الأجنبية المعادية التي تستهدف أمنة واستهدفع هذا وكان وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيد محمد قد كشف اليوم خلال ندوة صحفية عن حيثيات معالجتهاته القضية الجنائية المتهم الرئيسي الذي تم ضبطه بالأسلحة المهربة من الخارج على أنه تلقى أوامر من رئيس تنظيم الإرهابي المدعو تحت تسمية الماك من قبل أعضاء تابعين له تم ضبط علامة مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذاخرة ولواحقها تم تهريبها لأرض الوطن تمثلت في أسلحة وذاخائر من شتى الأصناف ودائما في سياق الجهود المتواصلة المبدولة في إطار مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الثامن إلى الثالث عشر أوت الفين واربعة وعشرين عديد العمليات التي أصفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية تسعة وأربعين تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال ثلاثة قناطير وسبعين كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط أزيادة من خمسة كيلوغرامات فاصل ستين من مدة الكوكايين وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية أقراص مهلوسة وبكل من تامنرست وبرجبج مختار وإنصالح وإنقزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعمائة وخمسة عشر شخصا وضبطت إحدى عشرة مركبة وواحدا وسبعين مولدا كهربائيا واثنتين وستين مترقة ضغط بالإضافة إلى كميات من خلط خام الذهب والحجرة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقف أربعة وعشرين شخصا آخر وضبط خمس بنادق صيد ورشاش من نوع كلاشينكوف ومسدسين آليين وخمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وخمس لترات من الوقود واثنين وستين طنا فاصل سبعة وستين من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة بالإضافة إلى ستة وأربعين قنطارا فاصل ثمانية من مادة التبغ وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني من جهة أخرى تمكن حرس السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لمائتين وخمسة وثمانين شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقف ألف ومئة واثنين وسبعون مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر الترابي الوطني في الانشغال الصحي شكلت الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي المرتكزة على اليقظة والوقاية محور الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بمقر جريدة المجاهد البروفيسور رئيس والوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي الذي أكد أن تقرير العلمي الشامل للوكالة سيرفع قريبا إلى السلطات العليا استراتيجية تتكفل بتغذية والتغيير المناخية والأوبئة انفجارات الوبائية لمتواجدها في العالم نعود رجع محلية تصنيع الوقاح وإذا ربما فوجئنا بجائحة وتكون موجودة في هذا المودال اللي عملناهم في المخبر تكون عندنا بسهولة تصنيع بصفة يعني اندسترية الصناعية بكمية في ضرف قياسي ورية أثر ظهر اليوم بمقبرة العالية بالعاصمة جثمان الشاعر الكبير المجاهد محمد بالقاسم خمار الذي وافته المنية عن عمر نهز أربعة وتسعين عاما جنزة الفقيد حضرها إلى جانب وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيغة أفراد من أسرته وعدد من أصدقائه إن لله وإن إليه أراجعون بدعوة من الجزائر عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة ومفتوحة لمناقشة تطورات العدوان الصهيونية المتصاعد في قطع غزة عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق النازحين داخل مدرسة التابعين بحي درج بغزة الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أكد في كلمته أن هذه المجزرة لم تكن لترتكب لولا المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للاحتلال الإسرائيلي يجب على مجلسنا أن يفي بمسؤوليته الآن وأن يحترم التزاماته مسؤوليته في معالجة السبب الجذري للقضية الفلسطينية ألا وهو الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية مسؤوليته أن يحمل الاحتلال المسؤولية ويحاسبه مستخدماً كل الأسليب القانونية بما في ذلك آليات الجزاءات التزام يحقق سلاماً دائماً وعادلاً في الشرق الأوسط ويمنع من التصعيد الخطير بسبب أعمال الاحتلال الصهيوني قوات الاحتلال لا تزال تتحدى الالتزام الأساسي الذي حدده هذا المجلس في القرار 27-35 والذي دعا فيه للتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة العضوان المكثف الذي تقوم به قوات الاحتلال على غزة يشكل تهديداً خطيراً على هذا القرار وبهذا تحذر الجزائر من استمرار إفساد الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لابد أن ينفذ هذا القرار بشكل عادل وناجع وهنا تعرب الجزائر عن دعمها لجهود الوساطة التي تبدولها تلك الدول الثلاث فلا مجال لتأخير المفاوضات وتعقيدها أكثر بإضافة شروط جديدة أو مطالب أخرى ميدانياً وفي تطورة حرب الإبادة الوحشية على قطع غزة استشهد 16 فلسطينياً في قصف صهيوني فجر اليوم استهدف مناطق وسط وشمل القطاع بينهم سبعة شهداء في قصف طال منزلاً غرب مخيم النصيرات كما شن الاحتلال الصهيوني غارة جوية على بلدة الزويدة وسط القطاع بالموازات مع مواصلته عمليات نسف المباني غربي مدينة رفح وفي ضيفة الغربية المحتلة استشهد خمسة شبان فلسطينيين إثر قصف طائرة مسيرة مجموعة من الشباب في بلدة بطباس هذه الأخبار وأخرى تأتيكم في تمام الخامسة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة